ميراث يا مولانا يجوز على مسلم وغير مسلم يعني لو أنا رجل وزوجته غير مسلمة تارث؟ هو لا توارث بين المسلم وغير المسلم كما في الحديث الشريف لا توارث بين أهل ملتين شتى ولكن ممكن المسلم لو عنده زوجة غير مسلمة ممكن يوصلها بحاجة ممكن يديها هبة في حياة عينه علشان يعني يظهر لها الامتنان أو يأمنها أو كذا إلى آخر وكله ده ما فيش فيه مانع إنما المانع الميراث الميراث أمر إلهي أمر ديني له شروط فهذه الشروط لو تحققت يارث ما تحققتش مش هيرث وكذلك بالعكس بالعكس يعني مش بنقول غير المسلم يارث من المسلم والمسلم يارث لا يارثني ولا أرث لك ما فيش مانع من يعني إظهار الامتنان بأي طريق آخر من الطرق غير التوارث حتة إن أنا أكتب أملاك هبة اللي هي حقي ولكن أنا بكتبها هربا من إن لما موت الفلوس دي تروح لأخويا لأختي مش عارف إيه لو أنا عندي بنات بس مثلا عندنا هنا مستويين المستوى الأول المستوى الظاهر يعني مستوى القضاء أنا كقاضي لما يرفع إلي حاجة زي كده هعتبر ده تصرف صحيح وفي مستوى آخر مستوى الأديانة يعني أمام الله ممكن إنسان يتحايل أنا كقاضي ما ليش غير الورق فبحكم عليه بالصح ولكن أمام الله يبقى الإنسان آثم فاللي بيعمل كده تهربا من إعطاء الورثة حقوقهم أو إمعانا في حرمان الناس من حقوقهم وكذا إلى آخره من غير موجب ومن غير مسوق ده يأسم بذلك أمام الله وإن صحة المعاملة طب ولو هو شايف أن أنا بناتي لوحدهم وحسبهم في الدنيا لوحدهم وأنا هم الفروس اللي معي دول أنا عايزة ديها لهم هم مثلا عموهم أو خالهم أو ما أعرفش يعني بتبقى زي ما يكون آه زي ما يكون هم ما شاء الله مرتاحين بس أنا عايزة أأمن بناتي يبقى بيعمل كده القصود هنا والنواية هي اللي بتحكم والأعمال بالنيات أنا هعمل كده علشان أأمن بناتي مش هعمل كده علشان أصد الإضرار بالورثة خلي بقى حرارك ممكن يبقى المقال واحد ممكن يبقى المقال واحد المقال إن الفلوس هتروح للبنات بس الباعث نعم أو النية نعم أو الحاجة اللي خلتني أعمل كده مختلفة أنا هنا عايزة أأمن بناتي بقى ناسي ما لهمش غيري في الوجود دول من التحيين نعم ولذلك أنا قلت لحضرتك اللي يعمل كده من غير ما يكون وراء أصد صحيح نعم ممكن يبقى قاسم نعم